اهلا بك في فيديو جديد ومعاكم نهام شركة ايبن والنهاردة معدنا مع فيديو جديد من فيديوهات فتح كراتين الحملة اتنين فبراير عشرين تلاتة وعشرين الاردر بتاعنا صغنون جدا ولكن انا خدت عليه هديتين جمال جدا تعالوا نشوف اي محتويات الاردر والهدايا اللي خدتها بس قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب ويلا بينا تعالوا اه نشوف سواء ايه الاردر بتاعنا النهاردة زي ما انتو شايفين معينا طبعا البروشور بتاع حملة اه تلاتة ومعينا الفاتورة واكياس الهوى والاكياس اللي عليها اللوجو بتاع ايفن موجودة تحت في اسفل الكارتونة الاردر بتاعنا النهاردة عبارة عن الكريم اللي انا يعني بحبه جدا 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 اه اللي هو الاليمينيتينج داي كريم من اللاين بتاع ايفن نياترا ايفكتس اه الكريم دوت مناسب للبشرة العادية نورمال سكن وهو بمستخلصات البابايا والكريم ده كمان في اس بي اف عشرين الكريم ده بقى ايه اللي يميزه عن اي كريم من كريمات ايفن التانية الكريم دوت حرفيا بيعمل تنوير للبشرة تنوير داخلي وخارجي تنوير داخلي زي بيدي للبشرة جلوينج وصفاء كده يعني انا عن نفسي ده الكريم اللي بحطه الصبح هو انا نازلة يعني ما بحطش غيره بصراحة خصوصا لما بكون مش حتى كريم اساس وانا يعني قلمة ما بستخدم كريمات اساس انا هيدوبك ايه بستخدم الكونسيلر عشان اغطي العيوب بتاعة البشرة غير كده بستخدم كريم ترطيب وبحط الميكاپ بتاعي عادي سواء ممكن اسبت ايه بشكل خفيف ببودر واحط بقى البلاشر بتاعي او لو انا عد كده 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 ايه بحط بلاشر كريمي اصلا في العموم يعني اكتر في الصبح ايه ولو حابق بقى ان انا هطول وهقض بقى بره فترة طويلة بروح مثل بتاع كمان باودر واهم حاجة عندي ان انا بحط الكريم دوت كبايز اللي انا هعمله بعد كده بقى في البشرة يعني احط السيرام بتاعي وباقي احط اه الكريم واحيانا بحطه على طول بحط بتاعي وحط اه الكريم اه الكريم دوت بيدي لمعة كمان خارجية للبشرة في حبيبات اه مش هقول جليتر او انا بالنسبالي حاجة كده شبه بتدي بقى ضي كده كل متحركة وشك يمين مش ميل كده بتدي ضي رائع رائع انا يعني استخدمت كريمات كتير في حياتي ما استخدمتش بجمال الكريم دوت عشان كده انا جبت تلات قطع لان انا بالفعل اللي عندي قرار بيخلص اهو اللي انا باستخدمه زي ما انتم شايفين بصوا انا يعني خلاص اللي هو بخايفة يخلص بصوا دي يعتبر تالت عباوة اه اخلاصها زي ما انتم شايفين وبصوا يا بنات انا هحاول اظهر لكم اه هو بيلمع ازاي بصوا انا هوزعه يا رب بس تتبين اللمعة بتاعته بصوا يا بنات بصوا بيدي ضي بيلمع ازاي بيدي لمعة فعلا شبه لهايلايتر يعني تحيس ان انت بشرتك زجاجية بصوا جمال بصوا بصوا الفرق بين اي دي هنا هو واي دي هنا هو بصوا اللمعة تحستيها مش لمعة الحبيبات اللي هي بتاعت الجليتر اللي تبقى موجودة في الهايلايتر دي ولا لمعة انا مش عارفة بصراحة ايه سر اللمعة اللي محطوطها في الكريم دوت بس انا بصراحة بحبه حبه مش طبيعي فعشان لما لقيت ان سعره هيرتفع من اول الشهر اللي جاي فحبيت بقى ان انا اشيل الاستوك بتاعي اللي انا هستخدمه اه اللي حابة قدام لان انا زي ما قلتلكو هو ده الكريم اللي انا بستخدمه دايما وانا نازلة الصبح ويه اه طبعا اللي اه هيشتري مو منتصف البروشور بقيمة ستمائة وخمسين جنيه هيقدر ياخد البرفانة مجينا ولكن انا اه بصراحة اه كان فيه حاجات محتاجها ملقتاش متوفرة اه فعشان كده ما كملتش وخدت التحفيز الجميل دوت ويه اكتفيت بالتلات قطع دول لان انا مش متاح ليا غير تلات قطع في الطلبية الوحدة فالطلبية دي فيها عشق الكريم بتاع ايفون ياترا اه افكتز اللي هو الاليمينياتينج داي كريم رائع 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 وهو كمان عشان مناسب للبشرة العادية فانا بالنسبة لي هو مناسب للبشرة الجفة ومناسب للدهنية يعني كل البشرة تقدر تستخدمه اولا مالوهوش ريحة نفازة آآ ثانيا زي ما قلتلكو كده بيدي ضاي زي ما انتو شايفين على ايدي كده آآ بيرطب البشرة ترتيب معقول لهو الترتيب التقيل اوي ولا هو اللي هو ما تحسن بشرتك لسه جافة بعد ما بتستخدميه انا بالنسبة لي الكريم ده فوق الممتاز بالنسبة لي انا كانوها يعني فانا حبيت ان انا آآ الحقه خدت ايه بقى هدية كان عندنا هدية لو عملنا اردر بتلتمية جنيه ناخد هدية ونصيب يجيه في الهدية جميلة دي مبسوطة بيها جدا انا بجمع لكم الدرجات بتاعت روش باورستي اللي بستيك لانه هو للاسف ببطل يظهر معنا في آآ الكتالوج وهقول مرارا وتكرارا انا الروج ده بعشاء وعيش السنين الروج ده تخطيته خفيفة جدا على الشفيف انا بحترم اوي الروج اللي حطه ومحسش بيه على شفيفين يعني محسش ان انا حطى روج محسش ان فيه حاجة كتمة شفيفة كده آآ وكمان ثابت ثابت ممتاز يعني ثابته فوق فوق الرقع كون ان انت ديبي ده اول حاجة ان هو مش تاني حاجة ان هو بيثبت ده يعني رقع تالت حاجة ان هو ملمسه ناعم وملوش آآ احساس على الشفيف يعني انا كده ده بالنسبلي آآ تحقيق المعادلة الصعبة فالدرجة بقى اللي نزلت والحقتها كان اسمها ايه كان اسمها كيب اوب بلاش الدرجة دي انا هنزل لكو صورتها هنا على السكرين على الموقع بتاع ايفون تباني ان هي درجة من درجات الموفات لكن هنا هي بصوا جايالي لونها عامل ازاي فانا اتمنى ان هي تبقى اللون ده بصراحة هفتحوا بقى ونعمل سواتش انا كده يعني لمتلكو اكبر قدر ممكن من الروج بتاع الليبستيك وهما طبعا هنا هو كاتبين اسم اللاين بتاع الروج ايفون باورستي لبستيك وكاتبين الدرجة كيب اوب بلاش كان نزل معنا كده تلات درجات في مجلة من مجلات الاعضاء من سنة او اكتر كان نزل درجة اسمها ريد اكستريم وحاجة كده درجة بورد اسمها حاجة ميلون والدرجة بتاعت كيب اوب بلاش انا ساعتها ندم تاوي ان انا مجبتش الدرجة دي ولما نزلت في التحفيز انا مش عايزة اقولكو ادي انا كنت مبسوطة ان انا اا لحقتها هي الهداية تانية اللي خدتها الهداية التانية اللي خدتها وهو سيروم الشباب والسيروم ده انا حرفيا بعشاو بصوا انا عندي بتاعتي هي بصوا مستخدمة لغاية فين هي ايه يعتبر قربة تخلص طبعا السيروم انت ما بتضغطي عليه بيبقى في حاجة من جوة كده بتطلع السيروم لفوق فانتو شايفين السيروم انا مستخدمة منه قد ايه شايفين كل المسافة دي ده سيروم انا مستخدمة السيروم دوت عشان الناس ان هي بتفتكرون هو سيروم آآ فيتامين سي لا هو مش سيروم فيتامين سي خالص هو آآ سيروم بيساعد على ان الكريم بتاع الترطيب بتاعك يشتغل بشكل افضل فعالية اكتر بيقوي امتصاص الكريم في البشرة وزي ما انتو شايفين هما كاتبين عليه مص للبشرة تواجه تبدو بمظهر وبلون متناعم فده حقيقة هو بنعم البشرة جدا بيخليها شكلها سموز جدا وبيدي كده حبة ترطيب وبيدي حبة نضارة انا بحبه انا بحبه انبساط جدا ان هو جالي في التحفيز يعني انا معظم الهدايا اللي كانت في التحفيز عندي درجة الروج سواء الاي شايدو القلم بتاع الكحل كلمات الاساس فانا اللي هو يعني انتو عارفين ان انا السهر اللي عندي قرب يخلص فبعتن لي واحد تاني زي قبل كده برضو اه في التحفيزات بتاع الابليكيشن بتاع ايرن ان برضو كانوا منزلين لي الاسبري بتاع اكسي بيورو برضو انا كنت محتاجة فهم زي ما يكونوا محاسين فانا عملت قدر بحوالي ربعمية جنيه خدت عليه هدايتين والحقت منتج انا بحبه جدا اه كمان خدت هدية قيمتها تعدلها دلوقتي المتين جنيه وده برضو يعدله المتين جنيه واكتر كمان يعني كل السيرمز في كتالوب بتاع ايفون دلوقتي ب300 وطالع فانا خدت هدايتين سعرهم اغلى من سعر الوردر نفسه اشتريت منتجاتي او المنتج اللي انا عايزيه اشتريت المنتجات اللي انا محتاجاها وخدت هداية غطتلي تما وقيمة الوردر فدي مميزات العضوية معنا في ايفون واللي ما يعرفش ايه هو بتاع ايفون او هداية ايفون احنا بيجينا فترة من الفترات كده ايفون بتنزل لنا وتقول لنا لو عملتو الوردر بتاعكم من خلال الابليكيش متاع ايفون هتنزلكو هداية مجينا لو عملتو اوردر بقيمة معينة فدايما انا بنزلكو لتحفيزات اول باول على القناة فكل الحاجات دي تقدري تستفيدي منها لما تعملي العضوية معنا ايه في ايفون تقدري تكلميني على الرقم موجود اعلى شاشة على الواتساب عشان اه نعمل العضوية سوى وتستفيدي من خصومات البروشور لعروض الدخلية بتاعة الاعضاء والهداية بتاعة الاعضاء واقل السعر الشحن على مستوى جمهورية مصر العربية واحيانا كمان بيكون الشحن مجانا مستنيا عشان نعمل العضوية سوى وتستفيدي من كل المميزات الحلوات دي كل اللي efficacy له الهداية بتاعت التلتمية جنيه كتب لي جالوا ايه في التعليقات تحت واللي جميعا استفاد من الهداية بتاعت ايه كتب لي جالوا ايه اه تحت انا الفريق بتاعي كل ما بيجي له هداية بيبعثوا لي صورة الهداية وقولوا لي انها جات لي هداية كزا وبيبقوا فرحانين قوي اه بالهداية بتاعتهم لان هما حاسين ان هما بالفعل مستفدين من عضويتهم معنا في ايفن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. متنسوش لايك وشير وسبسكرايب وشوفكم في فيديوهات حلوة كتير. ريفيوهات احلى على غير. باي باي.